وعندي طريفة في هذا الباب وأتمنى منكم أيضا لو كان هناك طرائف لأنه طرائف كثيرة جدا في باب المديح فقرأت عند أبي علي القالي في الأمال يقول امتدح أبو العتاهية عمر بن العلاء وهو غير أبو عمر بن العلاء عمر بن العلاء مولى عمر بن حريث من خدمه وغلمانه عمر بن حريث صاحب المهدي هذا كان قائدا عمر بن العلاء كان قائدا عسكريا عند توقع في عهد المأمون فأمر له بسبعين ألف درهم وأمر من حضره من خدمه وغلمانه أن يخلعوا عليه فخلعوا عليه حتى لم يقدر على القيام من مجلسه من كثرة الثياب والفضة والذهب ملأوا فاه ذهبا لم يستطع أن يقوم من مقامه نياله والله وكان جماعة من الشعراء في الباب ينتظرون حظهم في الوفود على هذا القائد العسكري عمر بن العلاء فاستاؤوا جدا عندما أعطاه سبعين ألف درهم وكل هذه الخلع فبلغ عمر أنهم استاؤوا أن الشعراء الذين بالباب استاؤوا وربما يريدون الانفضات فأدخلهم وقال لهم ما أحسد بعضكم لبعض يا معشر الشعراء إن أحدكم يأتينا يريدوا متحنة فيشبب في قصيدته بصديقته بخمسين بيتا فما يبلغنا حتى تذهب لذاذة متحه ورونق شعره أي جاية تتغزل بحبيبتك وبالأخير تخصص لبيتين وقد أتان أبو العتاهية فشبب ببيتين ثم قال إني أمنت من الزمان وريبه لما علقت من الأمير حبالا لو يستطيع الناس من إجلاله لحذوا له حر الوجوه نعالا كثير يعني لا يصبح وجه أحد حداء لأحد لو يستطيع الناس من إجلاله لحذوا له حر الوجوه نعالا ما كان هذا الجود حتى كنت يا عمرا ولو يوما تزول لازال إن المطايا هنا المعنى الجميل جدا إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا فإذا أتين بنا أتين خفائفا وإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا يا سلام إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا فإذا أتين بنا أتين خفائفا وإذا رجعنا بنا رجعنا ثقالا الله الطرائف في المدح كثيرة جدا أنا عندي طرفة تاني طرفة الأولى لربيعها الرقي ربيعها الرقي هذا شاعر من شعراء الدولة العباسية وكان مداحة شاعر من مدينة الرقة السورية نعم وكان مداحة من الدرجة الأولى صحيح فيقال أنه مدح العباس بن محمد العباس بن محمد هذا عم هارون الرشيد أو عم والده تقريبا عم الخليفة فقال لو قيل للعباسي ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها ما إن رأيت من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها يا سلام يا سلام تصيدة أربع بيات مركزة إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك عقالها الله أكبر وكان ينتظر المكافأة لكن ترى البيت الذي قبله لم يكن موفقا وألجأته القافية عندما قال هلالها نعم والأصل أن يقول البدر بدر التمام وليس الهلال لأن الهلال ناقص الهلال جميل في هذا السياح الهلال ناقص والشعراء لا يمتعب به إنما ألجأته القافية وهذا عنصر ضعف في القصير نعم ولكن البيت الأخير بيت الأخير قيمة نعم يشيل الشيء على قوله يجب ما قبله يجب ما قبله فكان منتظر المكافأة فأرسل إليه دينارين مع أحد عماله وإنما أتى هذا العامل بالدينارين لهذا الشاعر قال الشاعر قال أنت سرقتني قال كيف قال لأن الأمير أعطاك أكثر من هذا المبلغ وأنت أتيت بالدينارين قال والله ما أعطاك غيره قال إذن خذ الدنارين ورجع بهذه الأبيات وحاول بأي طريقة أن توصلها إليه قال مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت فهبها مدحة ذهب الضياع كذبت عليك فيها وافتريت فأنت الرجل ليس له وفاء كأني إذ مدحتك قد حجرت يتجنب الشعراء فاشتك العباس بن محمد للخليفة هارون الرشيد على أبيات الهجاء فقط وهارون الرشيد طبعا للخليفة أمير المؤمنين أتى بذربيع الرقي وسأله كيف تهجو عمي وأنت تأتينا في البلاط وفي نقاش دار بينهم ثم أنه قال يا أمير المؤمنين أنا مدحته بأبيات اسمع القصة كاملة قال مدحته بأبيات قلت فيها لو قيل للعباسي ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها ما إن رأيت من المكارم خصلة إلا وجدتك عمها أو خالها وإذا الملوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت بروحتيك عقالها قال والله ما مدح الأولون الأخرون بمثلها قال كافأني عليها بدينا فهنا هارون الرشيد وقف في صف ربيع الرقل يقال أنه ثابه عليها بمبلغ كبير وقال لا تعود إلى مثل هذا القول في عمه أيضا في طريفة أخرى أن دعبر الخزاعي كان أجاء وكان يأخذ عطاياه من الناس بسطوة اللسان وقال أنه دخل على أمير الرقة أيضا أنا في الرقة اليوم دخل على أمير الرقة قال والله لا أقول لك كما قال صاحب معا قال وماذا قال صاحب معا رجل شاعر دخل على معا قال بأي الخلتين عليك أثني فإني عند منصر في مسؤول أب الحسنى وليس لها ضياء علي فمن يصدق ما أقول أم الأخرى ولست لها بأهل وأنت لكل مكرمة فعول هذا صاحب معا قال ولكني أقول قال ماذا تقول قال أقول ماذا أقول إذا أتيت معاشري صفرا يدايا من الكريم المجزلي إن قلت أعطاني كذبت وإن أقول ظن الأمير بماله لم يجملي ولأنت أعلم بالمكارم والعلا من أن أقول فعلت ما لم تفعلي فاختر لنفسك ما أقول فإنني لا بد مخبرهم وإن لم أسأل جميل 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 جميل